السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى وسلم على محمد وبسم الله نبدأ درسنا الفقر السادسة لهذه الوحدة conversation محادثة أول ممكن التيتشر تسألكم what you can see here on this page وش نشوف حنا في هذا الصفحة there is two boys two boys يعني ولدين وممكن التيتشر تسألكم what are the two students talking about تتوقعون هذا الولدين الطالبين تتكلمون عن إيش واضح شوفوا أنهم يتكلمون something in future يتكلمون شيء عن المستقبل يعني كل واحده يبي يقول وش يبي يصير يتكلمون عن مستقبلهم أو future job عن وظيفة المستقبل طيب who are the people in the thought bubbles هذه يمكن تيتشر تسألكم مش معنات هذه لما مثلا زي الفكرة للشخص هذه أو تفكيرة اسمها thought bubbles يعني فقاعة التفكير thought bubbles السؤال who are the people in the thought bubbles من هم الناس اللي في هذا التفكير chemistry teacher يعني مدرس كيميا وهنا a pilot pilot يعني طيار طيب السؤال where are they where are the students وين مكان هم هذول ستودينت هل هم في حديقة are they in a restaurant هل هم في مطعم where are they they are in school واضح أنهم في مدرسة what are the people in the thought bubbles doing ما ديفعلون اللي في فقاعة التفكير اللي هنا he is teaching the chemistry دروس الكيميا وهنا he is flying the airplane يعني طير طيارة okay عندنا conversation between rose and david rose what does your father do david يقول له what does your father do يعني ماذا يفعل والدك عن ما هي وظيفة أخذنا قبل شمعنات what do you do what does your father do يعني what is his job يعني وش يشتغل my dad is a pilot هذه is اختصار ال is my dad is a pilot هو طيار captain طيار he flies يعني هو يطير نلاحظ شوفوا الفعل وبعد ال he أخذ s he flies those huge airplanes يعني هو يحلق أو يطير huge huge معناها الضخم opposite huge الضخم نقول small ماعنات بعد another mean يعني big very big يعني جدا كبيرة huge airplanes يعني طائرات ضخمة you know تعلم the ones that can carry over five hundred passengers you know تعرف يقصد انه تعرف الفكرة اللي نتكلم عنها the ones يعني يقصد ان الطائرات هذيك اللي تطير كان ممكن انها تحمل carry انها تحمل over اكثر من 500 passenger passengers يعني راكب روز واو that's cool انه رائع شمعنى cool رائع انا در مين كوف cool great great ديفيد يا معناها زي من نقول yes yeah i want to be a pilot just like my dad يقول انا بغى يصير طيار فقط اي بيصير زي اوبوي what about your father ماذا عن والدك what does he do يعني ماذا يفعل او وش وظيفته rose he is a writer هو كاتب he writes for sports magazine يعني كل هو يكتب في مجلة رياضية do you want to be a writer too وهل تريد ان تصبح كاتب ايضا rose no لا i want to be a chemistry teacher وريد ان اصبح مدرس كيميا i love doing اذا الكلمة طويلة نقسمها experiments 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 i love doing experiments يعني يقول انا حب اني افعل التجارب and i like teaching kids الاطفال kids يعني الاطفال another meaning of kids معنى ثاني للكلمة kids انقول children الاطفال your ending لما rose قال هذا انا احب اني بيصير مدرس كيميا اسوي التجارب واحب تدريس الاطفال ديفت ايش تتوقعون response يعني ردة فعلة what is ديفت response قال يا يعني نعم teaching is interesting job التدريس مهنة ممتعة those students can make you proud انه هذي الطلاب يجعلونك فخور تفتخر بهذا الطلاب الجانب الحسن في هذا الوظيفة انك تحصل الكثير من يعني عندك اجازات your idea ولا انت عندك مثلا فكرة قولها مش فكرتك ش تتوقع ردة فعل ديفت of course طبعا او بالتأكيد you will be a good teacher انت ستكون مدرس ممتاز because you are smart لان انك ذكي real talk you know شمع نت يعني مثلا انت تكلم سالفة مثلا تقول الطيارات الكبار تعرف اللي تاخذ كذا كذا ان توضح لك فكرة يقول تعبير use نستعمله use tools نستعمله explain لشرح something حاجة you just said يعني تعبير تستعمله لشرح حاجة توقعي لها yeah معناها yes ممكن خلال الكلام واحد يقول yeah yeah بس مثلا بالأوراق او مثلا في حاجة ما يكتبون yeah يكتبون yes يعني in writing يعني في الكتابة they write yes they don't write yeah ما يكتبون yeah من خلال المحادث عرفنا two students friends ان هذي الطالبين أصدقاء are talking about their parents job انهم يتكلمون عن وظيفة أباءهم David wants to be a pilot ان ديفيد يصير طيار like his father نفس ابو وروز want to be a chemistry teacher يبغى يصير مدرس كيميا and teach students like the boy in the picture نفس هذا الصورة طيب أسئلة عن المحادثة who says you know in the conversation من اللي قال you know في الconversation اللي هو ديفيد what does he explain after he says you know ش كان يشرح لما قال you know كان يشرح له عن معنى كلمة huge about the huge كان يشرح له ش معنات ان الطائرة تكون ضخمة اللي هي يقصد اللي تاخذ أكثر من 500 راكب ش كان يقصد لما قال huge قال he flies those huge وش اللي كان ضخمة يتكلم عنها اللي هي air planes اللي هي الطائرات who says yeah من اللي قال yeah اللي هنا اللي هو ديفيد طيب سؤال على كلمة يعني هل الناس يستعملون كلمة يه ولا يس لما يتكلمون انهم كل خلال الكلام مرة تقولون يس مرة تقولون يه يعني عادي طيب how about when people write لما الناس تكتب هل يكتبون يس ولا يه يكتبون يس ماذا يعمل والد ديفيد نقول he is a pilot هو طيار ماذا يريد ان يصبح ديفيد يريد ان يصبح pilot captain الطيار ماذا يفعل وشوه شغل ابو روز هو كاتب ماذا يريد ان يصبح روز ولماذا الجواب يريد ان يصبح مدرس كيميا هو يحب يسوي تجارب ويحب تجارب ناقش في مجموعة أين يعمل افراد العائلة افراد عائلتك وين يشتغلون ماذا يفعلون ما رأيهم بالوظيفة مثلا هنا بتقولون مثلا وظيفة أخوك ولا الوالد ولا مثلا أحد من أقاربك المطلوب هنا بس ان تقول الوظيفة وين يشتغل وش يقول عن وظيفته هل هي good or bad مثلا تختاروا لكم فرد من أفراد العائلة مثلا بنقول يعني يشتغل في شركة يعني يحب وظيفته مع راتب جيد مثلا تقول ماي فاذر ولا ماي براذر انهم قال وتتكلم عن أي فرد من أفراد العائلة مثلا ماي فاذر ولا ماي براذر اختار واحد منهم أو ماي أنكل عم أو خال مثلا يعني يشتغل في الجيش سواء الجيش ولا العسكر هل يسمونه في القاعدة الجوية يعني يحب وظيفته إن هذا الوظيفة تثير اهتمامه ولا مثلا ماي ماذر ولا فاذر ولا براذر عاد اختاره التابعوانه من المنبرز من أفراد عائلتك is a doctor دكتور it is difficult job عن وظيفة صعبة sometimes أحيانا sometimes هي ولا شي عاد إذا ذكر ولا أنثى works until midnight إنهم يشتغلون إلى منتصف الليل مثلا ماي فاذر ولا ماي براذر نفس الشي is مثلا انجينير أنا مهندس is engineer أنا يكون مهندس it is difficult يعني مرات يكون صعب in hot weather في الأجواء الحارة هذه مشاركات مختلفة عشان تشاركون كذا بالصف وترى كلكلماتها السهلة من منهجكم وكتابكم عندنا فقرة 7 about you عنك أنت what do you think are interesting job ماذا تظن وش تعتقد إن الوظيفة اللي interesting يعني مثلا مثير الاهتمام أو تهتم فيها أو إنها حماسية what interesting about them طيب وش اللي يعجبك في هذه الوظيفة مثلا نقول أنهم يساعدون الناس المرضى أنهم يوقفون الألم بإذن الله مثلا المدرسين أو المعلم طيب وش المثير فيه وش المثير فيه هذه الوظيفة يعني ما في ديكاترا ولا في مهندسين ولا في أي وظيفة في العالم إلا يدرس أول شيء عند المدرس يعني ما في وظيفة إلا وهو متعلم عند المدرس يعني مثلا نقول يعني ما في وظيفة يعني ما في أي وظيفة بدون مدرس ما هي الوظيفة السيئة مثلا نقول يعني الغواص اللي يعيشون يعني كده مرات في غواصات تحت البحر أو في مناطق بعيدة في البحر طيب مش السيئ لهم طيب ليش أنا قلت إنها من الوظائف اللي باد سيئة وبعد من الوظائف هنا أنتو حرين ترى بالجواب مثلا من الوظائف الصعبة واللي حسنها باد مثلا يعني رائد الفضاء نفس السبب because it's difficult because it's difficult it is dangerous خطيرة it's far from the people إنك تكون بعيدة عن الناس what do you want to be in the future الحين سؤال موجه لك أنت why لماذا ليش اخترت هذا الوظيفة بتقول I بداية لليون أكتب I I want to be وقل وظيفتك وش تبي وظيفة A teacher A dentist doctor engineer I want to be in army مثلا أبغسير في الجيش why مثلا طيب لماذا مثلا ممكن تقول I like it إنه تعجبني It's interesting job إنها وظيفة تثير اهتمامي أو مثلا سيزين محادثة مثلا I want to be like my father أنا أبغسير زي أبي إنه بوك مثلا يشتغل هذه الوظيفة نفسها الصفحة الثانية عندنا 8 reading القراءة before reading قبل القراءة look at the headings in that text يقول انظر إلى العناوين اللي هنا سواء بالرمادي ولا بالأخضر what ideas ما هي الأفكار do you think تعتقد you will see in the text قل كوش الأفكار اللي تعتقد أنك بتشوفها في هذا الموضوع لنممكن نقول it's about the futures سعودي مستقبل السعودية the Saudi's goals يعني أهداف السعودية in the future في المستقبل السؤال الثاني list some words and phrase list يعني سوء قائمة لكلمات أو phrase عبارات about the themes عن النقاط you expect النقاط اللي تتوقع to see in the text تتوقع أنك بتشوفها في هذا الموضوع من society in Saudi عن المجتمع في السعودية economy in Saudi يعني و التوظيف أو الوظيفة in Saudi Arabia في السعودية يعني الأصول أو المدخرات سعودية سعودية Arabia has many assets عندها مدخرات أو نقول أو أصول لن نترجم ونقول أصول يعني السعودية لديها كثيرة من المميزات advantage advantage طيب وش المميزات our place مكاننا our society يعني مجتمعنا our economy economy يعني الاقتصاد ممكن تتشر what's the meaning of economy يعني the money يعني الاقتصاد الفلوس and our people وأشعبنا الناس we will use these نستعمل هذولا to build لبناء the best future for our country لبناء أفضل مستقبل لبلدنا vision for the future يعني الرؤية للمستقبل أنا بمعنى ثاني للكلمة vision الرؤية dream الحلم hope يعني الأمل is built around three themes يقول الرؤية أن نبني حول ثلاث themes يعني وضوع another meaning of themes وش معنا themes يعني نقاط أو أفكار a good society يعني مجتمع جيد strong economy يعني اقتصاد قوي and a determined the determined determination يعني أمة حازمة أو ثابتة strong economy يعني اقتصاد قوي strong economy needs people الاقتصاد القوي needs people يحتاج ناس to have good jobs يعني وظائف جيدة and to work hard والعمل بجد we started a job creation team يعني كيف أنهم ستخلوها strong economy we started a job creation team to help people find jobs يعني أول شي بدوا فريق لإتاحة الأعمال creation أنهم توفير معناها إيجاد أو توفير فرص للعمل to help people find job مساعدة الناس اللي يحصلون على jobs مهنة we assist يعني ساعدنا a new business that give people jobs and training another meaning of assistance نقول help معناها مساعدة أنهم ساعدوا الناس أنهم ساعدوا الأعمال اللي تعطي فرص للناس للعمل jobs and training والتدريب وبعد هنا عندنا نقطة we improve يعني دعمنا technology and digital systems النظام digital to support لدعم business للأعمال and we بعد هنا في نقطة we give training التدريب and advice والنصائح to people للناس who are looking for jobs للباحثين عن العمل we هنا في نقطة we improved دعمنا the education التعليم education system نظام التعليم to fit with the jobs إنه يكون fit منها يتناسب with the jobs مع الأعمال that the accumuli needs الذي يحتاجه الاقتصاد half half هذه ما تنطق half of the people يعني نصف people in سعودي أوريبيا نص الناس اللي في السعودية are under the age of 25 يكونون تحت عمر 25 السنة ممكن تيشت تسألكم what's the meaning of half يعني النصف لما يقول نصف الناس يعني 50% يعني 50% this is a huge asset يعتبر ميزة huge يعني ضخمة شما ته huge يعني ضخمة جدا to our country لبلدنا and اكيومني لاقتصادنا we support دعمنا young people الشباب young people يعني الشباب opposite old people يعني الكبار بالسن in finding jobs للحصول على الوظائف they enjoy and that help the ecumeny and society enjoy يعني تمتعوا استمتعوا بهذه الوظائف وساعدوا الاقتصاد والمجتمع وبعد من النقاط we build and support يعني بينينا ودعمنا a culture ثقافة determination ثقافة الإصرار والتصميم and shaving goals وتحقيق الأهداف employment employment goals for two thousand and thirty التوظيف أهداف التوظيف في الفين وثلاثين among our goals ضمن by twenty thirty أو two thousand and thirty شوف شون بقرونا هنا بالصوتي to lower تذكرون في فيديوهات تعليم القراءة هذه الكلمة بعضكم بيقراها رات راتي قلنا ال i في نهاية الكلمة ما تنطق وظيفتها ال i ترجع الصوت لنفس الحرف اللي قبل حرف العلة فال a بدوله يكون a بيكون a يعني بنقول هنا مش راتي أو رات لا great great خفض معدل of unemployment شوفوا employment معناها التوظيف أو الوظيفة an كتبوا قبلها an unemployment يعني يعني العاطلين عن العمل from eleven point six percent هذا العلامة المقوي اسمه percent two seven percent يعني يخفضوا معدل العطالة من 11 point six المائة to seven percent يعني مشاركة المرأة in the workforce يعني في القوة العاملة أو اليد العاملة from twenty two percent to thirty percent after reading بعد القراءة list يعني قائمة three things ثلاث أشياء that سعودية أوريبيا does the support the أكيومني اذكر ثلاث أشياء سعودية دعمة الاكيومني اللي هو الاقتصاد المطلوب ثلاثة من اللي وضعنا تحت خط لهنا we start to the job creation we assist a new business to gift عاد تكملونا لين النقطة وبعدين we improve technology and digital وعندكم هنا we give training and advice وهنا we improved وهنا we support young people we built a support culture اختاروا من السبع ثلاثة النسبة المقاوية of people in saudi arabia are under the age of 25 وش النسبة المقاوية اللي شكلونها عمر 25 اللي اقل من عمر 25 سنة هنا كاتبين half of people يعني نصف الناس طيب النصف يعني كم هي 100% يعني 100% نقول 100 نصف المئة نقول 50% يعني نقول 50% يعني 50% what kind of culture ما هي نوع culture الثقافة is the country building ان البلد تبنيها a culture of determination and achieving goals question number four سؤال رابع name one of saudi arabia's employment goals for 2030 يبغون هدف واحد من اهداف التوظيف في السعودي عندنا هنا اثنين انتو اختار بواحد to lower the rate unemployment from 11.6% to 7% هذا او to increase women's participation in the workforce from 22% to 30% discussions مناقشة هنا ما في اجوبة محددة لانه مجرد نقاش يعني كل واحد اجابة متكون مختلفة هل من الاهمية انك تحصل على وظيفة يعني تحبها تستمتع فيها ولا وظيفة يكون راتب فيها اكثر كثير من المال انتو اش رايك تبي تستمتع فيها ولا يكون فيها فلوس ممكن تقول يعني عمل تستمتع فيه او ممكن تقول وممكن تقول بوث يعني كلاهما يعني وظيفة استمتع فيها نفس الوقت يكون راتب حلو قوي يقول كيف ممكن انك تساعد شخص ما عنده وظيفة doesn't have a job يعني بحيث ان تكون السي السي يعني السيرة الذاتية تكون قوية السي اللي يقدم فيها الوظيف what job اي وظيفة do you want to do وش الوظيفة اللي تبغاها how will this help the economy وكيف هذا الوظيفة راح تساعد الاقتصاد and society والمجتمع او في سعودي ارابيا اعتقد ان كل الوظائف تدعم المجتمع وتدعم الاقتصاد هذا الوظائف تدعم الاقتصاد والمجتمع all the jobs like doctor teacher driver baker baker عن الخباز الككر الطباخ driver السواق يعني حتى لو تكون مهنتك سواق engineer pilot every jobs can help تستطيع مساعدة the economy تساعد الاقتصاد and society والمجتمع او في سعودي ارابيا what does your father do david my dad is a pilot he flies those huge airplanes you know the ones that can carry over 500 passengers wow that's cool yeah i want to be a pilot just like my dad what about your father what does he do he is a writer he writes for a sports magazine do you want to be a writer too no i want to be a chemistry teacher i love doing experiments and i like teaching kids your ending what is david's response one yeah teaching is an interesting job two those students can make you proud three the good side is that you get lots of vacations jobs and employment in saudi arabia the assets of saudi arabia saudi arabia has many assets we have many advantages our place our society our economy and our people we will use these to build the best future for our country a vision for the future our vision is built around three themes a good society a strong economy and a determined nation a strong economy a strong economy needs people to have good jobs and to work hard we started a job creation team to help people find jobs we assist new businesses that give people jobs and training we improve technology and digital systems to support businesses and we give training and advice to people who are looking for jobs we improve the education system to fit with the jobs that the economy needs half of the people in Saudi Arabia are under the age of 25 this is a huge asset to our country and economy we support young people in finding jobs they enjoy and that help the economy and society we build and support a culture of determination and achieving goals employment goals for 2030 among our goals by 2030 to lower the rate of unemployment from 11.6% to 7% to increase women's participation in the workforce from 22% to 30% percent